الكبير مبارح ايهاب امين ايهاب امين بقى موضوع مختلف تماما يعني ايه موضوع مختلف ايهاب امين راجل اساسا موهوب راجل فنان كل مصر عارف عنه كده في قصرة كرة السلة في مصر يقولك ده لعيب فنان لعيب موهوب لما هو بيستعمل مهاراته حق بدام داخل اطار القانوني في الملعب داخل اطار تاني داخل اطار القانوني داخل ارض الملعب بنقوله شكرا مفيش مشكلة خالص ان هو يستعمل مهاراته ان عمل كرة لمسة جميلة لمسة فنية زي بيرول عملها بيمتع جمهوره بيمتع نفسه لكن خلينا اقولكو حاجة مهمة جدا اللي الكلام كتير ان الكرة الاخيرة واللي حصل كرة دي ما بتحصلش النهاردة الكرة دي بتحصل في دوريات العالم ليه لان كرة السلة بتمتاز بالفن بالفن في الاداء بالفن في اللعب بالفن في اللعب والمكسب جوه ارض الملعب مش برا ارض الملعب خلينا ارجع تاني واقولكو ان في كرة السلة في الان بي ايه جبنا لكم لقاطات عايزكم تشوفوها وتركزوا فيها وتركزوا في حاجتين تركزوا في اللعب اللي قاعد برا اللي بيطلع ممكن يرقص على الكرة والجمهور عادي اهيه الراجل بيعدي كرة يا ريت اهيه زي ما احنا شايفين قدامنا الراجليع مافيش حد اعترض مافيش حد اي حاجة الكرة بيعدي وبيروح يروح عCOM ان يجيب بسكت بيها وبيجيب نقطة بيها هي ده فن كرة السلة فن كرة السلة اللي بيحصل ده زي ما احنا شايفين قدامنا هو الراجل بيعدي ونفس الكلام بيضيق مافيش ماحدش بتدايء ليه لان هما عارثين ان الريالة دي اهيه وبيروح يجيب بيها بسكت عادي جدا اللي عايز اقوله في النقطة دي مهمة جدا دي فن كرة السلة مش اللي هو بين رجليه هو دي فن كرة السلة كرة السلة فيها مهارات كتيرة اوي 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 لكن دي احد مهارات كرة السلة اللي عايب شايف كويس